اهلا بحضراتكم بعد الفاصل زي ما قلتلكوا هو نجم من الزمن حلو الزمن الجميل فعلا زمن مواهب اهلا بيك كابتن عمر اهلا كابتن استطفى انتو لما بيتل عليكو فريق الفلاحين كنت بتزعله؟ لا بالعكس ده كانت دي بتدينا حماسة اكتر يعني اكتر اه طبعا مين اللي طلع عليكو فريق الفلاحين؟ في بعض النقاد طلعوها والجماهير برضو خارج المحلة كابتن ايه خاصة ايسكندرية يعني كابكسكندرية جماهير اسكندرية اه اول ما قيت الفلاحين والحاجات دي دي كابتنتيجو دافع طبعا والفلاح مصري طبعا دي على راسنا من فوق طبعا وانتو كنتوا توديم مالهوش حال يعني احنا كان عندنا تاني ماتش في الدوري العام اللي خدنا بطولة الدورة العام ساتة وسببين تاني سببين كانت تاري getting 다니yt 수بين والشوت الأولاني هما جابوا فينا جول بعد خمس دقائق وفجأة بقى الفلاحين هنجري لكوا فلاحين احنا جاتلنا حالة بقى مش طبيعية كسبنا المسل أربعة واحد أربعة واحد ثلاثة سيسكندرية طيب هنتكلم على الكلام ده كله إنما انت زي كل النجوم اللي احنا بنسألهم السؤال التقليدي انت عنيك فتحت عالكورة فين هل لعبت مع فرقة في الشارع ولا في الساحة ولا مرة واحدة روحت النادي لغز المحلة وإحنا عارفين المحلة مقفولة على أولادها والمحلة عشان كده أنا مستورة بالمحلة يمكن الفريق الوحيد كان هو أو المنصورة اللي كانوا عندهم مولاد في الناشئين وحاجة كانت بيغزوا بيها كل عندية مصر نعم طيب انت عنيك فتحت عالكورة امتى؟ كان سنك كم سنة؟ هو يمكن أنا بداية كان كنت بلع في الشارع زي زي كان لك فرقة؟ لا كنا بدأنا كده كان عندنا هناك في المحلة حي اسم السبع بنات السبع بنات؟ اه اسم السبع بنات؟ اسم السبع بنات عشان فيه بنات كتير يعني؟ لا فيه هناك فيه مدرسة سبع بنات ودير وحاجات لدي يعني انت كنت من الحي ده بقى؟ اه اه ما جل ما تولدتش فيه ولكن كنت اتوجدت فيه وانا في السن اللي هو بتاع المراقة والكرة و13 سنة 14 سنة في الحدود دي كده كويس كنت بلع في الشارع وكان دايما الله يرحمه واخواتي كنت انا بجيبهم قدام البيت عندنا وانا اللي بقى بلعب عليهم يعني تلاب عليهم اه وابت ابتدينا بقى كان فيه ارض في السبع نسميها ارض الشجر ابتديت لعب فيها ما تشاهدت اه كرة شراب اللي كنا بنلعبها يعني فيها على الاسفلت نعم كلهم نبدأ الاسفلت اه طبعا كان فيه واحد الله يرحمه اسمه كابتن عزة الملكي اه ده كان مكتشف ده هو شغلته انه هو بيلف في المحلة لين ونهار والله شغلته كله يمشي في المحلة فهو شافني وانا بلعب فاندالي وقال لي ما كانش فيه ايامها اشبال ولا ناشئين ولا حاجة خالص ولا براعم ولا الكلام كانت تقريبا سنة اه اربعة وستين اربعة وستين اه لان انا موليد خمسين يعني نعم ابتدى هو يعني كلمني ان احنا عايزين نعمل فرقة باسم كد سجاد المحلة عشان محدش الشركة مكادش لسه فيها ناشئين وابتدى ياخدنا انا وكذا العيد دمالفاني الاول لغاز المحلة كان موجود كان موجود اه بس كان درجة تانية درجة تانية اه فهو اخدنا ما كانش فيه ناشئين فكان بياخدنا عشان يعني يبدد يسقلنا والناس يشوفنا اه فاكدنا بالروح كل القرى اللي حولي المحلة ياخدنا نلعب مباريات كده اه لقبت في قام قرية في المحلة كتير كده وتكلم كده انا مخصوصي اتعارف برضو السن الواحد يا عم سن ايه انت لسه سنك صغير تتكلم عن هيا عمبنا عمبنا ديك العمر والصحة لعبت في السبع بنات اه تفتكر مين من اللعبين اللي كانوا ملعبوا معاك ووصلوا معاك كان فيه في الحي جنبي كان موجود محسن نحريري محسن نحريري اه دكتور محسن نحريري اه كان في نفس الحي معايا وكنا بيلعب برضو معنا وويس كان اكتر راعد كان موجود ومفيش حد تاني معايا لا فيه 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 ناس في احياء تانية كتير يعني كان فيه مدينة العمال كان فيه حمد شفيق وعمر رمضان وكان فيه حنا في ليل دامرو فلكن في الحي السرع بنات مجدشوا لانا ومحسن بس انت محسن طيب لما اختارك كابتن عزة المالك كابتن عزة المالك اللي هو مكتشف في النادي النجوم كلها على فكرة في المحل نعم انا منعرف ومعلم اختارك امتى امتى حسيت ان انت لازم تروح تلعب فياني فتلعبش في الشارع على طول من بعد ما اخدني يعني انا ما لعبتش في الشارع بعدها يعني اول ما روحت النادي منزلت الشارع تاني بعد كده